بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله استكمالاً للـ Evaluation of Public Project هنتكلم في مجموعة من الـ Example العند عندي 2Machine have the cost data shown in the following table 4Machine A and Machine B منديك 4Machine A the annual operating cost عبارة عن 12 ألف خلال العمر البتاع المشروع 4Machine B the annual operating cost عبارة عن 10,000 لكن for the first 5 years and 16,000 for the remaining 4 years يعني المكنة ديها هتعيش 9 سنين بس الـ Operating Cost خلال أول 5 سنين مختلف يعني خلال أول 5 سنين الـ Cost بتاعتك عبارة عن 10,000 أربعة وبعدين 5 سنين لكن 16,000 لـ 4 سنوات الباقية هيبقى التكلفة اللي عندك أكبر خلال أربع سنوات الباقية لكن المشروع الأولاني الـ Maintenance Cost بتاعته عبارة عن 12,000 خلال العمر البتاعه Compare The assets قارم بين الأصلين using 8% interest rate by using Present Cost والAnnual Cost والCapitalized Cost قلت علشان تحل المشروع ده بسرعة ممكن تبدأ بالـ Annual Cost أسهل ومن الـ Annual تجيب الـ Present ومن الـ Annual تجيب الـ Capitalized الـ Capitalized هيساوي الـ Annual Cost على I ولما تجيب الـ Annual Cost توديع على الـ Present هتضربه في الفاكتور to find B given A وحسب سعر الفايدة 8% لكن العمر هتشوف العمر الموحد ما بين الـ يقبل على 6 و 9 و 18 مثلا يبقى على 18 سنة علشان تبقى المقارنة حلال ما بين المشروعين تعالوا نشوف Compute the Present Cost for Period على 18 سنة وهنشوف الطريقة المعقدة اللي هي حتة إن المشروع هيتكرر لكن لو أنت بتحلل نفسك ابدأ بالـ Annual ومن Annual هات الـ Present يبقى هنقول والله 30 ألف في الـ Present لكن عند 6 سنين هبيع المبيعات هناك بكم بخمسة يبقى النت بتاعك 25 هتبيع هتشتري بتلاتين وتشتري بخمسة يبقى عندي التلاتين شيل منهم خمسة يبقى 25 ده تكلفة جديدة كل خمس سنين كل 6 سنين يبقى عند الـ 6 موجود وعند الـ 12 موجود وعند كمان 18 موجود وخبال حضرتك عند الـ 18 مش موجودة مين يقول ليه عند الـ 18 مش موجودة لأنها هبيع مش هشتري يبقى في الحالة ديت البيع بتاعي هو حتى جايب لأنه ده تدفق نقضي موجب لو أنا بقول عليه كوست أديله إشارة نيجاتيب زائد الـ 12 ألف لقد تبحث عن حالة التي طرح ويبقى 8 سنة يطلع المشروع الأول بريزنط كوست يبقى المشروع الأول المشروع الثاني يبقى هتكرر مرتين البداية 40 ألف ثم 37 ألف اللي هو النت ما بين البيع والشراء وبعدين عند التسعة موجود في عندي كل خمس سنين في عندي العشر تلاف to find be given a و point o 8 اللي هو 8% و خمس سنين خلي بالك أنا عندي في مصاريف عبارة عن عشر تلاف ماشي صح لحد خمس سنين يبقى بجيبها بريزن توقع أنوال لأنها في أول خمس سنين يبدأ عندك بقى 16 ألف مش هينفع تجيبهم عند الزيرو مباشرة لأنهم هنا هوت كده وبعدين هنا هوت يبقى هجيبهم عند السنة دي الأول to find be given a وارجع أجيبهم عند الزيرو بفاكتور آخر يبقى هيدربوا في 2 فاكتور الفاكتور الأول to find be given a واربع سنين جبتوا عند يسموه لوكل 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 ده zero local لكن الجنرال لوكل بتاعي هو الأسف الجنرال position بتاعي عند أن بساوي صفر يبقى برجع أضربه في الفاكتور to find be given a ف 원 وخمس سنين يتفضل عندي ال 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 16 ألف اللي عندي هنا هوت مضروبة في الفاكتور to find B-A و خمس سنين To find B-A To find B-A و 4 سنين To find B-A و 5 سنين عندي تاني 16000 To find B-A و 4 سنين To find B-A 14 سنة وبعدين نائس salvage value بتاعتي اللي هي 3000 to find be given if 18 سنة هرجع بي تاني البي اللي عندك معقدة شوي يعني نرجع مثلا هنا هو في عندي 3000 salvage value هيجيلي بعد 9 سنين يبقى هيقولك مرتين هيقولك مرتين عند التسعة وعند التمنتاشر لكن عند التسعة بتقول عندك 40 ألف تمن المكن اللي هتشتريها بعد 9 سنين هتشيل منها salvage value وتجيبها cost to find be given if عندي عند التسعة سنين 37 وعند 18 سنة في أيضا 37 قد نبالكم هانسين يبقى المجموع بتاعك 171 ألف لما تيجي تختصر الكلام ده 767 المقارنة 171 هنا و 166 هنا هوت يبقى أيهما أقل هو الأفضل الماشين A the best which is lower present cash لو أنا عاوز أحل باستخدام الاني والكوست مفيش مشكلة خالص باتخيل إن كل مشروع شغل 18 سنة أجيب البرزنت كوست اللي عندي لو أنا هاخد القيمة بتاعة البرزنت كوست اللي حسبتها يبقى أني بقى 18 أحاوله أنا ولو هي بريزنت و 18 سنة يطلع الرقم ده برضو حاوله أنا ولو هو بريزنت يطلع الرقم ده أيهم أقل هو المشروع بيه المشروع هي 17 أقل من 18 الأنادر سيليوشن إن أنا هحل المشروع بتاعي على العمر الموجود اللي عندي يبقى لـ 12 ألف متدفقة خلال العمر اللي عندي وهي أني وال مش هتضرب في حاجة لكن الـ 30 ألف هيتضربه to find A given B و 6 سنين وأطرح الـ salvage value اللي عندي to find A given F يطلع نفس الناتج اللي عندي الأني والكوست بالنسبة لي المشروع بيه لـ 40 ألف زائد العشر تلاف اللي عندي في الفاكتور to find B given A بس ده كله أودي إيه على بيه لإن ما ينفعش هو لازم أجيبه بريزنت ثم أسياحه على التسع سنين لإن ما ينفعش لإنه هو annual لمدة خمس سنين وأنا عاوز أجيب اللي اسبان بتاعتي على التسع سنوات اللي هو العمر بتاع المشروع برجعه بريزنت وارجع أفرشه annual على الهوريزون المشروع اللي عندي يطلع نفس الرقم هنا هو نفس الرقم هنا هو إذن ما فيش خلاف مهما تحسب بأي طريقة لازم الناتج يطلع موحد عندي طبعا capitalized cost خذ الناتج بتاع الـ annual اسمه على أي مباشرة خذ الناتج اسمه على أي مباشرة يطلع الكلام ده capitalized cost بتاعي بهذا الشكل وطبعا أيهما أقل هو المشروع الأفضل بالنسبة لي يبقى another solution لو أنا عاوز أطبق في القانون بتاع capitalized cost أطبق في نفس القانون هطلع نفس الناتج اللي عندي اللي أنا جبته بالاختصار يبقى دايما اعرف من أين تقل الكاتف في حل المسألة بسرعة علشان اللي بيفرق الطالب من A plus إلى A إلى B plus أنثقون هو الطالب intelligent سريع الحل اللي يقدر يكتشف الطريقة الأسهل من الأخر اكسامبل سريع compare the alternatives اللي موجودين عندي نفس الحكاية بس ديتك مشروع ما لنهاية وديتك مشروع سابع يبقى أنا في الحالة ديت المقارنة اللي عندي باستخدام capitalized cost عندي initial cost 160 وعندي annual operating cost عبارة عن 15000 وفيه تكلفة زيادة كل 4 سنين هي دي بقى المشكلة يبقى دي هتتضرب الأول هتتضرب في الفاكتور to find A given F و4 سنين وتتخيل أنها ممتدة إلى ما لا نهاية يبقى to find A given F وتتخيل أنها ممتدة إلى ما لا نهاية طبعا هنا ما فيش cost زيادة وال salvage value عبارة عن 2 مليون أي salvage value في الملا نهاية لما تحب تجيبها capitalized بتسوي 0 اللي عندك لأن الفاكتور بتاعت to find B given F وإن بما لا نهاية لما تاخد الليمت بتاعت ويطلع بسوي 0 تعال مع بعض نشوف الطريعة دي التحل بسرعة الالترنتف A capitalized cost اللي عندي 160 ألف وال 15 ألف بقسمه على I زائد الجزئية بتاعت اللي هي كل 4 سنين to find A given F ثم أقسمه على I علشان يبقى ممكن كنت تجمعه هنا هو تعالى ال 15 ألف لأن نفس الناتج بقسم على I يطلع كلام ده بالنسبة للالترنتف B أجيب الانوال cost أقسمه على I أحول كله الانوال cost أخذ كلام ده حوله الانوال هو present وأقسمه على I والتانية هو الانوال automatic وأقسمه على I وفي عندي حاجة ماشية ممتدة زي ما هي مش هتتضرب أضربه فقط to find A given F لأنه كل 7 سنين مقرر يبقى الموضوع سهل وبسيط وفي الحالة دي الالترنتف B هو الأقل التكلفة هو الأفضل اللي عن الassignment problem نفس الحكاية مسألة بسيطة وسهلة بتعيش هنا مال النهاية وبتيش سنة عشر يبقى الcapitalized cost بتاعتك تشغلها في الحالتين إنه هو initial cost هتحط زي ما هي الانوال operating cost تتاسم على I الoverall cost كل عشر سنين تضرب في الفاكتور الأول to find A given if وحسب الI والعشر سنين ثم بعد كده بتقسمها على I تفضل ال salvage value بتاعك قيمته بالصفر هنا هو لما تحب تحول الكلام ده ال60,000 initial cost ممكن لو أنت عاوز تحول كل الانوال وتقسمه في الآخر على I ما فيش مشكلة يبقى هات الانوال بتاعته ويقسم الانوال على الI الانوال cost اسمه على I يطلع بالنسبة لك الcapitalized cost أيهم أقل هو الأفضل وأشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته